اه احنا التالتها ده دي ودي حصة ودي تاني جزء في يونت فايم النهاردة هناخد جزء الجرامر وعندنا الجرامر بتكلم على يعني اداة ربط. اوكي هناخد بقى ونشوف ازاي تربط الجمل على حسب اذا كانت اه الكلام ده فاعل ولا مفعول. تعالوا نشوف. اول حاجة بيقول لنا مدينا مثال what can be used to mean the thing that يعني what ممكن تيجي بمعنى الشيء اللي. تمام? and can be used as the subject. ممكن تيجي مكان ال subject او ال object. يعني تيجي مكان الفاعل او المفعول. يبقى what معناها الشيء اللي. الشيء اللي. وتحل محل الفاعل او المفعول. طيب. هنا بيقول لنا what makes me angry. what هنا معناها الشيء اللي بيخليني او بيجعلني angry. غضباني. بقى جات مكان الفاعل. تمام? يبقى في الجملة دي what makes me angry هي جات مكان الفاعل. the thing that الشيء اللي بيخليني غضبان is the way he talks to people. الطريقة اللي بيكلم بيها الناس. يبقى هنا what حلت محل الفاعل. فاهميني المثال ولا لا? ممكن نمستعلي تاني. تاني. هنا الجملة بتقول what makes me angry is the way he talks to people. اللي بيخليني متعصب الطريقة اللي بيتكلم بيها مع الناس. بتكلم على حد تاني. بقول الطريقة الحاجة اللي بتعصبني. الطريقة اللي بتكلم بيها مع الناس. فwhat هنا معناها الحاجة اللي. تمام? ودي طبعا مكانها في الجملة الفاعل. الحاجة اللي بتعصبني. بقى ده الفاعل. تمام? تمام. ها? تمام? طيب. نيجي للجملة التانية وده المثال بتاع المفعول. I can't remember what he said. انا مش قادر افتكر ايه اللي قاله. برضو هنا معناها the thing that. ولكن هنا بتحل المحل المفعول. اللي قاله ده هو المفعول. انا مش قادر افتكر ايه اللي قاله. what he said. فهنا حلت محل المفعول. كده فهمنا بالمثال امتى تحل محل الفاعل وامتى تحل محل المفعول. ايو. ايو عبدالله معنا. ايو عبدالله حضرت. سعي. بيقول لنا هنا when what begins the sentence. لما وقت بنبدأ بيها الجملة we can use words like that why and when to join the second part of the sentence. ممكن نتخدم الكلمات دي وشبيهاتها. نحن نربط الجزء التاني بتاع الجملة. امتى? لما وقت تبتدي الجملة. تعالوا نشوف الامثلة. what you don't understand. اللي انت مش فهمه. is that people are all different. الناس كلها مختلفة. هنا ربط الجملة التانية بذات. ان الناس مختلفة. على حسب طبعا. موقع الجملة التانية هو اللي بيخليني اختار that. ولا why ولا when. تعالوا نشوف الجملة التانية. what i don't like. اللي انا ما بحبهوش. is when people want me to be the same as them. عندما الناس تريد ان تجعلني مثلهم. يبقى اللي انا ما بحبوش. لما الناس تحب تخليني ذيهم. يبقى هنا الرابط when. what i need to know is why he is so careless. اللي انا محتاجة اعرفه. ليه هو مهمل. ليه هو مهمل بالشكل ده. تمام? النقطة دي مفهومة. يبقى لما وقت تبتدي الجملة. لازم يبقى فيه كلمة رابط في النص قبل الجملة التانية. تمام? مفهومة؟ تمام. مفهومة. مفهومة نص. طيب. بيقول لنا when what followed number three. when followed by a noun. او اسم او جملة قصيرة. you don't. we don't need to use that. مش هنحتاج بقى نربط بذات. تعالوا نشوف المثال. لما يجي بعدها نون اسم او جملة قصيرة. what i like about kim. اللي انا بحبه عن kim او في kim is her sense of humor. حسها الانساني. هنا مش محتاج اساسا احط ذات. لانه هي جملة كاملة على بعضها. مش محتاجة اربط حاجة. مفيش جملتين هربطهم. مفيش جملتين هربطهم. what i hate about this city is the traffic. اللي انا بكرهه عن المدينة دي. او اللي بكرهه في المدينة دي هي المواصلات او الزحمة. فهنا مفيش جملتين اربطهم ببعض. طالما مفيش جملتين اربطهم ببعض. فبالتالي مش هتطر احط اي رابط سواء. مش هتطر احط رابط. تمام? انا نشوف المثال. قملة يعني قملة كاملة. ضعنا نشوف المثال. هنا بقى في جملة كاملة بعد كيم جملة كاملة بعد كيم فهضطر احط ذات يبقى بدل ما كانت اللي بحبه عن كيم على طول فوق كانت ايه اللي بحبه عن كيم هو حسها او احتاسها احساسها اللي هي الفوني يعني عندها حس الدعيبة لكن هنا بقى في جملة كاملة اللي بحبه عن كيم ان هي دايما بتخليك تضحك دي جملة كاملة يبقى لطرابة اتفصلت وبقى في جملة كاملة لازم نحط لازم نحط وطي هيت هنا بقى ما حطش ترافيك على طول لا عمل جملة كاملة that the traffic is always busy the traffic is always busy فهنا عمل جملة كاملة تمام حد مش فاهم الفرق بين الاتنين امتى حط ذات وامتى شيلها طيب تمام sometimes we can use a comma instead of that ممكن نبدل that بقما what you need to realize اللي انت محتاج تدركه is that no one is all is right all the time ما فيش حد صح طول الوقت ممكن اشيل ذات وحط كما what you need to realize is كما no one is all is right all the time ممكن اشيل ذات وحط كما دي ما فيهاش حاجة دي سهلة كما اللي هي الشرط دي صح الشرطة اللي على السطر اتضم اللي على السطر شعارفين الكما يا بتواتل تعددي انا عارفها انا عارفها انا كنت واحصل ان احنا نكتبها كلمة كما لا طبعا طيب بعد كده بيقول لنا في نومبر سيكست we can invert what close which is followed by a noun or a phrase تعالوا بقى نشوف ممكن نقلبها ازاي invert يعني نعكسها what I like about Kim is her sense of humor حسها الدعابي او انها عندها حس دعابة تعالوا نشوفها نقلبها ازاي هنقول Kim's sense of humor حس الدعابة بتاع Kim is what I like about her ودنك من اين يا جوحة بقى يعني لفوها تمام هي الجملة كده direct مباشرة لو انا عايز اجيبها في النص هنلفها بقى Kim's sense of humor اجيب الحاجة اللي انا بحبها فيها الاول is what I like about her وابدل طبعا Kim مش هكتبها تاني في الاخر فهمنا 6 is what I hate about this 6 is what I like about this number 7 ها هنا بقى اختار ايه that which you wanted هنا ما ينفعش حط what فاكرين دمار الواصل هنا ya which ya that لأن احنا بنتكلم على غير عاقل خلاص لكن هنا here are the tickets what you wanted دي طبعا غلط بيقول لنا what cannot be used as a relative pronoun after a noun الجملة الثانية دي غلط ما ينفعش what تتحط بدال which or that which or that واطلق تمام عشان ما تتلغبطوش ما تتلغبطوش فيها في choose والعلامة بتاعتها انه بيبقى قبلها noun العلامة بتاعتها انه بيبقى قبلها noun ما ينفعش استخدمها كضمير واصل ويبقى قبلها noun number eight we can also use what to give emphasize to a word or a phrase يعني اأكد على كلمة او جملة قصيرة to give emphasize يعني تأكيد يعني نشوف الامثلة ريتشل stereo kept me awake الاستيريو او التسجيل يعني بتاع ريتشل خليه فضل صحي تأكيد بقى what kept me awake اللي خلاني صحي was ريتشل stereo الاستيريو بتاع ريتشل ده تأكيد ان انا فضلت صحي بسبب الاستيريو بتاع ريتشل i want to make a fresh start انا عايز ابدأ بداية جديدة what i want اللي انا عايز is to make a fresh start يبقى ده يبقى ده تأكيد على الشيء او الحاجة اللي انا اقصدها note we use infinitive without to in such examples خلوا بالكو هنا i want to make a fresh start what i want is to هنا مفيش هو شاطبها مش باينة عندكم يمكن عشان الكتاب مش واضح عوي بس طريقة شاطبها هنا بيقول لنا بنستخدم ال-infinitive من غير to what kept me awake was rachel terios all what i want is make a fresh start تمام يعني هنا to مش هتيجي في السؤال في التدور لا لا مش في الكم لا هو شاطبها we use infinitive من غير بين الخط الرفاع اللي هو عمله ده عندي في كتاب زهر او بالضبط واشو طيب بنستخدم infinitive من غير to على طول number nine بيقول لنا which refers to a previous idea or a closed هنا بقى which which what which بتوشير لفكرة او جملة قصيرة كانت تذكرت قبل كده ما نقدرش نبدأ الجملة بwhich اللي هي معناها اللي ما نقدرش نبدأ الجملة بيها لكن what بتيجي محل مفعول او فاعل ونقدر نبدأ بيها الجملة يبقى تاني which اصلا بتوشير لشيء او فكرة في الجملة اقول لك مثلا المكان اللي روحته the place which i visit انا هنا بشير لحاجة قريدي ذكرتها لكن what بتحل محل المفعول او الفاعل اللي قصده كذا فكده what what i mean مثلا يعني اللي انا عايزه كذا what i want ده الفاعل فاهمين النقطة دي which دي ربط بتربط ما بين جملتين ك relative ضمير وصل وبتحل وبتدل على حاجة ذكرت قبلها لكن what بتحل محل الفاعل او المفعول بتاع الجملة تمام تمام جو 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 كودنت جت تيكت which was a pity which دي هنا عايدة على الجملة الاورانية كلها ان هو مقدرش يحصل على تيكت فدي كانت حاجة محزنة which عايدة على الجملة الاورانية كلها لكن هنا what was a pity هنا مفيش حاجة وقت عايدة عليها اللي كان محزن is that جو كودنت جت تيكت what هنا مش عايدة على حاجة تمام حد مش فاهم يا شباب ده انا فاهم ها عبدالله ايا تمام تمام اه جزء التاني بتاع الجرامر ده جزء سهل جدا لان انتو خدتوه اصلا السنة اللي فاتت هي اللي بيجي وراها الجيراند او هو حكاتب حتى ريفيو مراجعة نفتكر مع بعض ايه اللي كان بيجي وراها عندنا عندنا انجوي عندنا مرحباً الموضوع ده كله حفظ بحت ما فيهوش اي افتكاثة الأفعال دي بيجي وراها جيرند بس بيجي وراها جيرند بس I don't mind doing the housework for mom I feel like having a break Sarah can't stand listening to rap music I missed watching the football match طيب الجوز اللي بعد كده الفربي اللي بيجي وراها infinitive only وطبعا قبلهم تو infinitive only refuse expect hope decide promise afford ask offer learn choose want دول بيجي وراهم infinitive بس قبلهم تو طبعا my parents want to buy a new house ما ينفعش أقول want buying my brother always refuses to help me نعم ينون may I go to the bathroom طب ممكن دي أن خلص الجوزة okay my sister is learning to play نيجي بقى للكم فعل البسيط دول اللي ينفعي يجي وراهم سواء infinitive أو الجيرند تمام وفكرتوكو قبل كده استنافعت قلتلكو بتبقى يعني معظمها فيها حاجات تفضيلات مشاعر يعني like love hate دول العيلة واحدة prefer نفس الفكرة begin start الاتنين زي بعض دول سهلين الأولانيين حاجات بتعبر عن إحساسي like love hate prefer تفضيلات وإحساس التانين begin وstart دول سهلين ينفع قول my friend loves to do أو loves doing ما فيش مشكلة we prefer to stay أو we prefer staying I hate to talk أو I hate talking تعالوا بس هنا نخلي بنا من المعنى علشان أحيانا بيحدد إيه اللي يجي وراه بيقولنا like to والإنفينيتيب معناها means we prefer to do something though we may not enjoy it يعني إحنا بنفضل نعمل حاجة برغم إن إحنا ممكن نكون مش مستمتعين بيها I like to check my homework carefully before I hand it in أنا بحب أراجع الhomework بتاعي كويس قبل مسلمه معناها حاجة بفضل أعملها برغم إن أنا ممكن نكون مش مستمتع بيها لما بيجي وراها الإنفينيتيب تمام لكن ال-ing when we talk about hobbies and interesting clear likes skiing خلوا بالكو من الجزء ده to like بي وراها to الإنفينيتيب لما كون بعمل حاجة أنا بفضلها 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 لكن مش مستمتع بيها لكن لما كون بتكلم على ال-hobies اللي هي الهوايات والشيء اللي بيستمتع بيه الاهتمامات باستخدم ال-ing تاني حاجة بيقول لنا would like I would love I would prefer طبعا I'd like أو I'd love أو I'd prefer I'd hate كلهم بيجي وراهم طول ال-infinitive بس اللي هي التعبير عن ان انا بفضل حاجات معينة I'd like to lie on the beach تمام خلوا بالكو لما يجي would قبل like و love و prefer و hate تخليها تيجي وراها ال-infinitive بس الملحوظات دي مهمة ما يجيش وراها الجيران like لوحدها هيجي وراها الجيران دي عادي I like lying on the beach لكن لو قلت I would like بقت infinitive غصبة عني تمام اوكي يا شباب اوكي نمبر ثري with start or begin we don't use two gerunds together يعني مع start to begin لو start to begin اصلا جايين في الجيران ما يفعش استخدم وراهم جيران it was starting to get dark when we left كان كان ابتدت تضلم it was starting getting لا غلط لو هي اساسا start to begin gom في الجيران gom either infinitive or gerund with a major change in meaning خلو بالكم ندي التلاتة دول بقى بيجي وراهم gerund او infinitive بيغيروا معنى جملة ركزوا بقى stop remember try i stopped to drink to drink coffee طب هنا جيب وراها infinitive تبقى معنى الجملة اي i took a break so as to drink some coffee يعني اخدت break علشان اشرب coffee i stopped to drink coffee يعني اخدت break اوقفت عشان اشرب coffee طب لو جيب وراها بقى الجيران i stopped drinking coffee يعني اقلعت عنها i no longer drink coffee i gave it up اقلعت عنها خلوا بالك عشان هنا بتغير المعنى بتغير المعنى ها تمام تمام يبقى stop او التلاتة دول لو جي وراهم infinitive دول infinitive معناها ان انا موقفت عشان اعمل حاجة معينة تمام لكن بعدها الجيران دول معناها ان انا اقلعت عنها اقلعت عن الشي ده نهائي ما بقيتش بعمله تاني هنا برضو i remembered to buy the book معناها i remembered that i should buy should buy انا افتكرت ان انا لازم اشتري كتاب طب لو جي بعدها الجيراند i remember buying that book يعني انا already اشتريته i bought it and remember this now تمام بقول لنفسي انا افتكرت ان انا اشتري الكتاب ده انا اشتريته وتمام الدنيا تمام لكن الاولانية i remember to buy انا بفكر نفسي ان انا لازم اشتري لسه لسه ماشتري بفكر نفسي ان انا لازم اشتري نيجي remember remember will infinitive معناها ان انا بفكر نفسي ان انا محتاج اعمل حاجة معينة remember will gerund حاجة عملتها already وبفتكرها دلوقتي حاجة عملتها قبل كده وبفتكرها دلوقتي خلاص يبقى ان remember will infinitive انا بفكر نفسي ان انا حاجة عايز اعملها i remember i remember to buy this book او that book يعني انا بفكر نفسي ان انا عايز اشتري الكتاب ده لكن i remember buying يعني افتكرت ان انا اشتريته انا ده موقف حصل وانا بتذكره تمام يا شباب انا يمس اخر واحدة try try will infinitive معناها هو بيحاول يعمل حاجة معينة بيبذل فيها مجهود i tried to open the window انا حاولت بس ما معرفتش لكن اللي بعدها الجيراند i tried opening يعني جربت افتحه فهمتوا الفرق try to يعني already حاولت بس معرفتش و try بعدها الجيراند try opening معناها ان انا هجرب اشوف ايه هيحصل هجرب اشوف ايه اللي هيحصل تمام تمام احنا احنا كده خلصنا الجرامر بتاع ال unit وال المرة الجاية ما عندناش حفظ كلمات احنا انخلص الكلمات المرة الجاية لكن هنحل على الجرامر فانذاكره كويس علشان هنحل عليه نذاكر الجرامر علشان هنحل عليه اقول تاني اقول تاني هنذاكر الجرامر علشان نحل عليه ممكن ناخد page 77 اللي هو العشر جمل choose كملوهم لحد 78 يعني 77 و 78 و 77 و 78 homework والمرة الجاية نحل ونكمل بقية الفوكابل اللي عندنا تمام هو كده كده الفوكابلري اللي ناقص مش كبير هياخد المرة الجاية ونبقى كده خلصنا unit 5 موسيقى 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 موسيقى